سبحانه يعني في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وياكم من المنفقين الباذلي أسأل الله سبحانه من أنفق نفقة أن يستضل بنفقته يوم القيامة اللهم ربنا وولي نعمتنا يا دلجاو الإكرام يا رب العالمين اللهم أن نسألك بفضلك ومنك وعطائك وكرمك اللهم من أنفق وبذل وأعطى وقدم خدمة للمسلمين وشفقة على إيتام وكرم للأرامر والمطلقات وكفالة لهن وسقل العطشان وكان بجوار المرضى ويا رب العالمين أنفق من ماله ابتغاء ما عندك خالصا لوجهك اللهم فأجزل له العطاء واللهم أثبت له الأجر اللهم أكرمه كما أكرم خلقك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الراحمون يرحمهم الرحمن اللهم فاشملهم برحمتك اجعل ما أنفقوا بركة في أهليهم بركة في أموالهم بركة في أعمالهم تقبل منهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم من يستضلون بظل صدقاتهم يوم القيامة اجعلها في النفقة المقبولة المتقبلة اجعلها في الصدقات التي تثقل موازينهم وتكتب لهم بها أجورهم وتحل عليهم بها رضوانك وعطاءك وكرمك يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين اللهم احفظها لبلاد المملكة العربية السعودية بحفظك اللهم ايذ الجلال والإكرام أطل في عمر خادم حوالي على طاعة وفقه لما تحب وترضى خذ بناصية البر والتقوى وولي عهده اللهم اوفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم احفظ أخوان مرابطين على حدودنا اللهم احفظهم بحفظك اكلأهم برعايتك سدد سهامهم ثبت على الحق أقدامهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم اراد بلادنا وأمننا وإيماننا ومجتمعنا بسوء اللهم ادر عليه دائرة السوء اللهم اجعل كيده في نحره اللهم انا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم إن لنا إخوة وأخوات على سرها البيضاء أقعدهم المرض اللهم فعجل بشفائهم اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واغفر وارحم موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنه قد جاءنا في الحديث عن رسولك صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره اللهم ها نحن قد أوشكنا على الإفطار في هذا اليوم العظيم يوم صمناه لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا لما جاءنا عن رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم فاجعله من الأيام التي قبلتها عندك ورجحت بها الميزان وكتبت لنا بها الجنة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين